أمساء الخيبوية أهلاً وسهلاً بالأهلوية اللي بيبدعوا عن حلقة جديدة من السادسة كل التحية لحضراتكم في بداية الحلقة يوم المباراة واحدة من كلاسيكيات الكرة المصرية الأهلي والإسماعي تبقى الحقيقة القصة بين الأهلي وبين الدرويش قصة طويلة وتاريخ طويل جداً ومباراة حقيقة حقيقة ما نستناش عن الإسماعيلي بجد والله يعني احنا بنستنى فيه شوية مطشاط كده في الموسم ودول بره المنافسة يعني بره الترتيب وبره حسابات النقاط مباراة جمهرية مباراة تستناها مباراة تستنى فيها كرة حلوة والأهلي والإسماعيلي منها يمكن أنا قلت مبارح مع كابتن السايد حمدي في الحلقة مبارح أنه يمكن أهم تاني كلاسيكو في الكرة المصرية هو الأهلي والإسماعيلي تاريخ طويل جداً والإسماعيلي هي واحدة من الفرق العظيمة الحقيقة اللي قدمت نجوم كبيرة جداً للكرة المصرية واللي بتقدم دائماً كرة حالوة يعني حتى وهي بتعاني هي معاناتها بقالها أكتر من الموسم الحقيقة ويمكن السنة دي يعني في الآخر قدر الإسماعيلي أنه يعد الأوضاعه لكن دائماً فرقة بتقدم كرة حالوة زيها زي الزمالك زيها زي المصري زيها زي الاتحاد أنا بحب المطشط الجماهيرية دي يعني هتخيلوا دوري مفهوش إسماعيلي ومصري واتحاد وده كان سيناريو قريب جداً منه نحصل السنة دي هتتخيلوا شكل الدوري يعمل ازاي؟ فين المتعة؟ يعني آه ممكن يكون في فرق جديدة عندها قدرات مالية بتشتري العيبة حالوة وكل حاجة لكن مفيش السخونة مفيش البوهرات المرتبطة بحلوة الأداء وبالتاريخ والسجال اللي رايح جاي بين الفرق الكبيرة والفرق الجماهيرية على وجه التحديد والأهل والإسماعيلي أعتقد واحدة من المطشاط اللي بيستنها كل جماهير الكرة في مصر على مختلف انتماءاتهم مستني حاجات كتير في مطش النهار بس قبل ما اتكلم عليها وقبل ما ادخل في تفاصيل الحلقة هروح لفاصل ونرجع نبدأ وندخل فيه التفاصيل الموسم ده الفوارئ كبيرة جدا لو جا نتكلم على الأرقام والأرقام ليها دلالاتي طبعا يعني أرقام الإسماعيلي لا طليق طبعا أكيد بفريق بحجم الإسماعيلي وتاريخه فريق بطل أفريقيا وبطل مصر حق بطولات كتير يعني طبعا معاناة يمكن مستمرة لأكتر من موسم على التوالي لكن إلى حد ما تحسنت الأوضاع في آخر الأسابيع نتكلم على تسع انتصارات بس من تلاتين مباراة لعبها فريق الإسماعيلي وده رقم طبعا أولي جدا على فريق بحجم الإسماعيلي وجبهريته وشعبيته وتاريخه ويمكن ده حل معظم الأندية الجمهرية مش عارف الموسم ده إيه قصة وإيه الحكاية يعني المصري بيعاني غزل المحلة بيعاني الاتحاد بيعاني المقاولين بيعاني الاسماعيلي بيعاني وإن كان طبعا الاتحاد بعد مكسب مبارح مناسبة الاتحاد طبعا مبروك للجماهير والإسكندرية اتحاد واحد من الفرق اللي أنا بحبها يعني أنا ما أقدرش أخبي حاجة زي كده أنا بحب كرة الاتحاد وبحب الأهلي وبيلعب في إسكندرية مع التحاد وبحب الجمهور الاتحاد جدا وشوفت مبارحة الجماهير في المدرجات بشكل كبير جدا مش عارف ليه دايما الجمهور ما بيسانيتش إلا لما الفرق تبقى في موقف صعب يعني حسيتم برحن وفرحة الجماهير وكأنه الاتحاد دخل مربع دهبي يعني أعتقد أنه كمان الجمهور الأندية الشعبية يتحمل جزء كبير جدا من المسؤولية لكن خلينا نرجع لمطش النهاردة مباراة أكيد صعبة انسوا كل الأرقام وانسوا كل الفرق إنتوا عارفين كل فرق الدوري بالذات الفرق الكبيرة إذا كنتم بتكلم على إسماعيلي على بيرامدز على زمالك على طبعا الزمالك والمصري لما بيجوا يلعبوا قدام الأهلي قصة غير ولا تعترف على الإطلاق بالفرق ولا بالأرقام ولا بالترتيب في جدول الدوري خلينا نروح لكريم أحمد قبل ساعات من بداية اللقاء نتطمن على أخبار فرقتنا وأقول لكم إيه اللي أنا مستنيه أشوفه النهاردة في مباراة أو في مواجهة الإسماعيلي سواء من مستر ريكاردو سوارش أو سواء من أسماء لعبين أتمنى أننا أشوفهم بيظهروا في قايمة الفرق النهاردة على أقل أساسي أو على الأقل ياخد جزء من المباراة على كل أحوال نروح لكريم أحمد في برج العرب ونعرف منه آخر الأخبار مساء خير يا كريم مساء الخير عليك طبعا زميل العزيز أحمد سمير تحياتي لك في البداية وتحياتي والشكر أيضا كمان لكل جمهور النادي الأهلي العظيم يعني يا بتهيلي كريم بعد ملعب الأهلي والسلام ملعب برج العرب يمكن هو تاني أكتر ملعب شهد لقاءات للنادي الأهلي وبالتالي الأجواء مش جديدة ومش غريبة على اللاعبين وأعتقد أنه حتى مستر ريكاردو سوارش خلاص تعود على المكان وتعود على الملعب هناك تطمننا كده على السعادات الأهلي وتحضيراته لمواجهة واحدة من مباراة القمة حتى وإن كان فيه فرق كبير فيه الأرقام على مستوى المنافسة الموسم ده لكن تبقى مواجهة الأهلي الإسماعيلي واحدة من مباراة القمة في الكرة المصرية يعني بالتأكيد طبعا زميلي أحمد هي فرصة مهمة جدا لاستكشاف اللاعبين وتقييمهم فيما تبقى من مباراة بطولة للدور العام خلاص احنا داخلين على النهاية هي مرحلة تقييم شباب النادي الأهلي نهاردة فيه مهمة صعبة جدا أمام الإسماعيلي بعيدا عن الترتيب وبعيدا عن آخر مباراة اللي يمكن الحقيقة اللي يمكن تأثر بشكل كبير جدا بالهزيمة لكن هنشوف النهاردة اختلاق كبير هنشوف الشراسة والالتحامات والقوة أمام النادي الأهلي الأمر ده خلاص يعني اعتدنا عليه عشان كده بنتمنى كل التوفيق للعبتنا بنطلبهم بالتركيز بالإصرار لأنها مرحلة مهمة جدا الكل النهاردة عارف قيمة النادي الأهلي وتشيرت النادي الأهلي وهذه المرحلة الحساسة ده الحقيقة الكل بيكلم على هذا الأمر الكابتن سيد الكابتن سامي بيحفز كل اللاعبين كل اللاعبين للشباب الحقيقة عندهم دور كبير جدا منظهروا بأداء مميز ويمكن أنا ذكرت تعرف زميلي أحمد الإجابيات عديدة وكبيرة جدا بعيدا على التقييم الناس بتحاول تقلل بشكل كبير جدا من الإجابيات في هذه المرحلة يعني اتكلمنا على علي لطفي وعلى زياد وأحمد سيد غريب وعلى عدد كبير جدا من اللاعبة ظهرت في وقته قليل جدا وفي مرحلة مهم عشان كده بنقول بنحيل لعبت اللي النادي الأهلي للشباب تحديدا على تحملهم المسئولية على إصرارهم اللي بنشوفه التوفيق بتاع ربنا صحانه وتعالى بنشوف أهدف بديع بنشوف تمركزين عندنا أخطاء أكيد الجهاز الفني بيشتغل عليها بشكل كبير لكن عايزين ندي حق اللعيبة الحقيقة لشباب النادي الأهلي على مجودهم الكبير خلال المرحلة الماضية وبنطلبهم كمان للمرحلة القادمة سوأ نفسك بشكل كبير اظهر بشكل مميز جدا وسيب التوفيق على ربنا صحانه وتعالى لكن طول ما انت بتكتاد إن شاء الله بإذن الله التوفيق يكون معاك للتدريبات الأخيرة الراجل طبعا بيحاول على قد ما يقدر في ظل هذا الضغط الكبير يصلح بعض الأخطاء يعمل حاجات بسيطة جدا لكن في نفس الوقت احنا خلاص عرفنا الأمر خلاص المشهد بقى واضح للجميع صعب إن انت تتكلم على تحضير على تكتك على أمور إلا بشكل بسيط جدا فإن شاء الله النهاردة العناصر اللي دخلت الحقيقة قائمة تفريقة للنادي الأهلي في مباراة اليوم بنتمنى إن احنا نشوفها بنتمنى نشوف كل اللعبين اللي وافدين الحقيقة يعني علي ممكن واحد من اللعيبة طبعا مميزة جدا أي شرقية أيضا كمان محمد نصير علي عمر طبعا عدد من اللعيبة كبير جدا بجانب المجموعة المتواجدة معنا محتاجين نشوفهم النهاردة غياباتنا عندنا غيابات فعشان كده النهاردة محتاجين نشوف أي لعيب حتى لو في مكان مش مكانه اجتهد بشكل كبير جدا التعليمات اللي بيقولها طبعا مستر ريكاردو لابد تنفذ بشكل كبير وإن شاء الله بإذن الله لأموركم معنا أرضية الملعب كل الأمور دي ممكن مستر ريكاردو أثنبت حقيقة بشكل كبير جدا على أرضية استاد برج العرب عملوا مجود كبير جدا في الفترة اللي فاتت فما فيش حجة بالنسبة للأرض على قد ما هي إن شاء الله بإذن الله نقدر لعيبتنا بالإصرار الكبير وبالتحفيز الكبير من جمهور النادي الأهلي الواعد الداعم المساند اللي دوره كبير جدا المرحلة القادمة اللي بيحافظ على رموز للنادي الأهلي وبيباني كل الأمور دي في المدرجات في الهتفات طمأنين واصلة لعيبة النادي الأهلي بشكل كبير جدا من خلال الهتفات المباريات اللي كانت هنا في برج العرب جمهور النادي الأهلي قد رسالة كبيرة جدا ورسالته المعتادة تحفيز وتشجيع لكل لعيبة النادي الأهلي والمطالبة بالقادم الموسم ده إن شاء الله بإذن الله ينتهي بما فيه وبما عليه أماننا كبير الأخطاء تصحح الفترة القادمة ونبدأ موسم جديد والموسم القادم يعني بالإحساس وبالشكل العام وبكل الترتيبات اللي بتحصل للموسم القادم يكون موسم إن شاء الله بإذن الله يكون من نصيب النادي الآلي في كل البطولات وليس في بطولة الدورة العام فقط لذلك إن شاء الله خلينا أسألك على إسمين بالتحديد يعني كنت بقول في مطش النهاردة أنا مستني الحقيقة يمكن إسمين كان فيه كلام عليهم كتير الفترة الأخيرة رأفة خليل واحد من نجوم منتخبنا الأولمبي تقلق بشكل كبير جدا في بطولة العرب ومحمد حمدي يمكن أنت بتتبعهم أو بتشوفهم في التمرين مش عارف إنه هاردة ممكن نشوفهم يعني يشاركوا في المباراة سوائك أساسيين أو مستر ريكاردو سواريش يديهم جزء مباراة لكن من خلال متابعتك شايف الإسمين دول إزاي يا كريم الحقيقة زميل أحمد يعني الشباب تحديدا وممكن إسمين تذكرتهم بيأدوا أداء في التدريبات مميز جدا يعني كل الشباب المتواجدين وتحديدا رأفة وحمدي وأيضا كمان نصير اللي بشارك النهاردة مصطفى شوبير كمان من الواضح ومن الوارد يكون لي دور النهاردة في حراسة المرمى المجود بيبذل في خلال المباراة في التدريبات بسيط لأن انت عارف زميل أحمد بقولك ريكافر يوم وحيد ما فيش ما تقدرش تشوف اللعيبة بشكل كبير جدا عندهم طبعا الشغف والرغبة أنهم يكونوا متواجدين لكن الأمر صعب شوية الرجل بيحاول أن هو يشوف من الأجهز من الفريش في نقطة الكورة من الفايق بيحاول أن هو يديله حتى لو في مكان مش مكانه لكن عندنا عمل كبير في ظل الغيابات دي نشوف عدد من اللعيبة تظهر نهاردة رأفة ياخد نصير شرقية كل اللعيبة دي نهاردة تاخد لكن اللعبين الحقيقة اللي انت ذكرتهم زميل أحمد لعبين مميزين جدا لكن هي فرصة أي لعيب بيحصل على فرصة في هذا التوقيت يعني بيبزل قصارى جهده في هذا الوقت لأن الوقت مهم جدا مرحلة مهمة جدا للعيبة النادي الأهلي فإن شاء الله المتواجد الحداشر المتواجدين لاختيارات أيضا كمان من على دكة البودلاء على مدارة تسعين ديئة تكون موفقة واللي ينزل يكون عنده الإصرار الكبير والرغبة الكبيرة جدا والحفاظ على قيمة النادي الأهلي ده الأمر المهم وده اللي احنا بنتطلبه من شباب النادي الأهلي حافظ على اسم النادي الأهلي ابزل ما عندك وان شاء الله ربنا يوفق بإذنك وحافظ على الفرصة واستغلها على قد ما تقدر لأنها فرصة ما بتجيش كتير أو ما بتكررش كتير كل التوفيق لفري النادي الأهلي النهاردة وللجهاز الفني بقية مستر يكاردو سوارش وكل الشكر طبعا لزمائنا العزيز كريم أحمد من معسكر الفريق في برج العرب أختم بقايمة الفريق لمباراة النهاردة علي لطفي مصطفى شوبير حمز علاء في حراسة المرمى هيكون معاهم في خط الدفاع عبد المنعم ومتولي وكريم فؤاد ومحمد أشرف ومحمد نصير ومحمد أحمد شرقية خط النص هيكون في أحمد عبدالقادر محمد محمود ميدو نبيل محمد فخري أحمد عبدالنبي رقفة خليل زياد طارق لويس ميكي سوني ومعاهم محمد حمدي وفي الهجوم حسام حسن وأحمد سيد غريب وعلي عمر دي قايمة الفريق اللي اختارها ميسر ريكاردو سوارش لمواجهة الإسماعيلي السادسة ومتواصل مع حضرتكم بس بعد الفصل اتحسنت الأوضاع كتير في ملعب برج العرب يعني الملعب كان واحد طبعا ومازال أعتقد واحد من أفضل ملعب الكرة في مصر لكن يعني في بداية الموسم كانت حالة الملعب مش في أحسن حالتها يعني لكن أعتقد يمكن آخر مطش العبناء عليه كان مطش الاتحاد أعتقد الأرض تزبطت بشكل كبير كده الملعب ظهر بشكل أوروبي يعني خلينا نقول الحب إحنا الأوروبي دايب نحب نقارن نفسنا بالأوروبي وليه لأ والله ناس يعني واخدى يعني سنين ضوئية لكن في مصر عندنا النهاردة ملعب ما تقدرش تقول بأي شكل من الأشكال أنها أقل حتى من ملعب كبيرة في أوروبا ونتمنى إن شاء الله نحافظ عليها ونتمنى أنه برج العرب يكون وشه حلوة على الأهلي النهاردة ربعية الإسماعيلي في الدور الأول كانت البداية المشوار السنة دي وسلسية الاتحاد كانت نهاية أو آخر اللقاءات اللي لعبناها على ملعب برج العرب إن شاء الله كل التوفيق لرجالتنا النهاردة خلينا طمينكم على أفشة ألف سلامة طبعا محمد مجدي أفشة حقيقة يمكن عمل عملية الفتأ في جدار البط والحمد لله تطمن عليه ويمكن دكتور أحمد أبعب لا كان حريص أنه يكون موجود معايا وأيمن أشرف زي ما حضراتكم شايفين كده ظروف المستشفى العمل فيها العملية في 6 أكتوبر وكل لعبة الفريق الحقيقة كانت حريصة أنها تطمن على أفشة ألف سلامة بسيطة وتعدي ثلاث أسابيع إن شاء الله ويكون جاهز ويرجع مرة تانية إما يستعد مع الفريق للموسم الجديد وإما لا يستعد على كل أحوال كل التوفيق لأفشة أي إن كان الموسم اللي جاية هيكون فين واحد من الحقيقة اللعيبة اللي شلت الفريق في أوقات كتير جدا وفي ظروف كتير جدا صعبة وتقلقوا بالتأكيد صاحب بصمة وبالتأكيد جماهير النادي الأهلي الحقيقة يمكن بتحط أفشة في مكانة خاصة بالتأكيد فألف سلامة وإن شاء الله بإذن الله ترجع وتبقى أحسن من الأول كمان وخليني أقول لكم عايز لقف شوية عند الشيك اللي استلم والنادي الأهلي من اتحاد الأفريقي النهاردة الأهلي تلقى شيك قيمته 900 ألف دولار من اتحاد الأفريقي دي باقي مستحقات النادي الأهلي عند الكاف فيما يتعلق طبعا بالجائزة المالية المرتبطة بمشاركة الأهلي وصوله المبارنة هائية في دوري أبطال أفريقي طبعا يعني إجمالا الأهلي يعتبر أكتر نادي في أفريقيا بيجيلوا مردود مالي نتيجة الجواز في البطولات اللي بيشارك فيها لكن لما تيجي تقيز بصراحة يعني أنا مش هقارن هنا بقى بأوروبا يعني أنا كنت بقارن شوية من أوروبا قلت ليه ما نقارنش نفسنا بأوروبا لكن طبعا أنت بتكلم على مسابة شامبيونز ديج في أوروبا أرقام فلكية مش بس البطل والوصيف أنا نتكلمكم على المشاركات وكل فريق بياخد في مقابل كل مباراة بيلعبها بداية من دور المجموعات أرقام فلكية كسب خسر بدأ ملعب المرحلة بتاع دور المجموعات بتخشوله أرقام فلكية كلها نتكلم في سبعة صفار يعني معظم الفرقة اللي بتشارك في دوري الأبطال الفرقة الكبيرة بتاخد سبعة صفار وانت طالع وصولا للبطل بتكلم في حوالي ريال واخد من حوالي 137 مليون يورو في الموسم الأخير نتيجة تتويجه ببطولة فطبعا ده بينعكس بشكل كبير جدا على الكرة وعلى الاستثمار وعلى الدعاية وعلى الرعاية وعلى آخر بكلمة على أنه بطل أفريقي أو الفريق بيوصل لنهائي بطولة أفريقي ياخد 900 ألف دولار أو مليون دولار أو حتى 2 مليون دولار لا يقرن مش هقول بأوروبا بقى لا يقرن بحجم إنفاق ويمكن أهل يوضح ده يعني بعد الملابسات المرتبطة بنهائي دوري الأبطال والأهل يتكلم في ده إنه الجوائز أصبحت لطليق بحجم التكلفة مش بحجم البطولة بحجم التكلفة اللي بتتكبدها خزائن الأندية اللي بتشارك في البطولة دي خدوا بالكوا أفريقيا قارة كبيرة شاسعة لانتقالات فيها الصفر المعسكرات الإقامة الإصابات العلاج كل ده تكلفة كبيرة جدا على الأندية وبالتالي الأرقام دي طبعا هتتغير يعني الانتحاد الأفريقي أعتقد بداية من الموسم اللي جهي السوبر ليج بنتكلم في تقريبا 11 مليون دولار للبطل إلى حد كبير تعتبر نقلة نوعية آه طبعا مش رقم كبير قوي بتيجي تكلم على نادي بيصرف على صفقاته مثلا نص مليار مثلا في السنة مكافآت ورواتب وعقود وويل آخر وبتتكلم على إن 11 مليون دولار في النهاية برضو ما يبقاش رقم لكن بالتأكيد هيكون أفضل بكتير جدا مما كانت عليه الأمور فيه السابق طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل كل التوفيل الكابتل محمد الحنف في دارة مباراته النهاردة يعني هو موسم الحقيقة للنسيان يعني بالنسبة للتحكيم يعني الأخطاء السنة دي كانت فادحة وكانت مكلفة وكانت متكررة وكان الحقيقة يمكن لها تأثير كبير جدا على مبدأ تكافؤ الفرص أو فكرة المنافسة الشريفة يعني إنجاز التعبير بين قوسين أتمنى أنها تكون غير مقصودة أتمنى الحقيقة لأنه نفسنا أنه حتى في وجود كلاتنبرج أنه الموسم الجاي بقى على مستوى التحكيم موسم مغير استعيد فيه الحكم والتحكيم المصري رونقه وببريقه خلينا نروح لمنتخب سريعا كنت خلمتوك قبل كده عن رغبة روي فيتوريا في إنه يستغل شهر سبتمبر اللي جاي في إقامة معسكر للمنتخب الوطني يبقى فيه تجمع يتعرف على اللعيب عن قرب بعد ما شاف عدد كبير جدا من المباريات بنفسه واختار وانا قلت لكم من برح أنه هيبقى فيه أسماء كتير جدا هتنضم لأول مرة لقايمة المنتخب الوطني الراجل كان بيكلم فيه أنه يبقى فيه مطشين أو مباراتين وديتين بدل المطشين بتوع ملاوي اللي اترحلوا لشهر مارس وكان الكلام قبل كده على مواجهة مع الأرجنتين ومواجهة مع بلجيك لكن اللي اتأكد بشكل رسمي وحسب ما أكد المسؤولين في تحاد جنوب أفريقيا أنه مصر طلبت بالفعل من جنوب أفريقيا أنه يكون فيه مباراة ودية تجمعهم وبعض خلال شهر سبتمبر اللي جاي والمباراة دي مفترض أنها هتتلاعب فيه الأمارات هتستضفها الأمارات في الفترة ما بين 19 و29 سبتمبر تحديدا هيتم الاتفاع على موعد المباراة ومنتخب جنوب أفريقيا بيسعى كمان وحتى يمكن حسب مصرح المسؤولين هناك يعني نفسهم أنهما يلعبوا مباراة تانية أثناء توجدهم فيها الأمارات بيقولوا احتمال ممكن مع ليبيريا أو مع سيراليون بس في جميع الأحوال فيه شبه التوافق بين الطرفين على أنه يبقى فيه مباراة والدية وده اللي أعلنت عليه طبعا شبكة سيتي برس الجنوب الأفريقية وقالت أنه تلقينا بالفعل دعو من مصر عشان يكون فيه مباراة ودية تجمعنا فيه الإمارات في الشهر المقبل آخر لقاء جمع المنتخبين لقاء ذكراته مش حلوة قوي طبعا كان لقاء هنا في القاهرة على ملعب الساد القاهرة في بطولة أمم أفريقيا اللي استضفناها واللي انتهت بخروج مصر وفوز جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0 معنا أخبار مهمة جدا ومتشاط مهمة جدا في السادسة بس هنرجع لكم بيها بعد الفصل تعالوا نبصوا بقى على الكرة العالمية أنا أجيب لكم النهاردة مباراة تاريخية بمعنى كلمة تاريخية يعني دي مش مبلغة مني ولا استخدام عبارة عشان أضخم من أهم لكن هي هتتسجل في تاريخ الدوري الألماني ليه؟ لأنها فيها الريمونتادة المعجزة افتح كتابة الريمونتادة المعجزة فصل الكامباك المستحيل تلاقي المباراة دي بالنص موجودة فيها المواجهة كانت بين فرقتين كبار بين فيردو بريمن وبين بروسيا دورتموند والحقيقة الشوطها الأول كان ممل تقليدي روتيني يمكن كان فيه محاولات أكتر من بروسيا دورتموند لغاية لما نجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق يوليون برانت تصويبة من بره المنطقة من على الشمال تسجيدة قوية الشوط الثاني كان ملهم بقى تحول بنسبة 180 درجة هجوم كاسح من الفرقتين لغاية لما نجح بروسيا دورتموند في الديا كام 77 وسبعين إنه يسجل هدف المباراة التاني وكانت الأمور كلها بتتجه إنه المباراة هتنتهي لصالح بروسيا دورتموند بيلعب وسط ملعبه على ملعبه وسط جماهيره متقدم بنتيجة 2-0 وضيع فرص كتيرة جدا لكن في الديا 89 كان ليه رأي تاني ومن هجمة سريعة جدا قدر إنه هو طبعا باك الشمال جيخ وخط كرة رائعة بلايسنج بوش رجله كده كرة بلايسنج بس بوش رجل حطاها في التمانيات زي ما بيقولوا قدر فيردو بريمين في الديا 89 شوطة حلوة قوي قوي ورايحة في حتة حلوة جدا وفي الديا 89 في الديا 92 يعني الديا التانية من الوقت بدلت ضايع كرة عرضية بضربة رأسية جابت التعادل لفردو بريمين في الديا 92 وكان متبقي من عمر اللقاء 3 دقايق لا أكتر ولا أقل وتعقع الجميع المباراة انتهي بالتعادل لكن فيردو بريمين كان ليه رأي تاني وقدر في الديا 95 إنه يسجل هدف ثالث عشان تكون ريمون تعدى في خلال 18 دقايق قدر من خلالها يحسم 3 نقاط لصالحه لكن مش دا المهم الأهم إنه سجل نفسه فريق فيردو بريمين سجل نفسه كأول فريق في التاريخ الدوري الألماني يسجل 3 هداف ومتبقي من الوقت الأصلي ديها واحدة بس المباراة التانية جامعت بين ماينز ويونيون برلين لا يونيون برلين ولا أبزج والحقيقة يمكن لا أبزج من الفرق اللي بتعاني في بدايات الموسم محققش فوصة رغمه 3 مواجهات وكانت المواجهة دي صعبة جدا قدام يونيون برلين اللي استطاع أنه هو ينهي المباراة لصالحه بنتيجة 2 واحد يبدو إنه كل الكبار بيعانوا تشيلسين برح شائل 3 اليونيتد بيعاني ليفربول بيعاني يبدو إنه الكبار بشكل عام دورتمونت يعاني يبدو إنه الكبار في الدوريات الخامسة الكبرى بدأوا الموسم بالمعاناة وأيضا برشتونة يعاني ولكن الحقيقة يمكن الدوري الألماني بدأ ساخن جدا ومتوقعين إنه يكون موسم في منتهى القوة والمنافسة نروح لـ خلينا لسه طبعا مع لابزج ويونيون برلين ده طبعا حدف المباراة التاني اللي حسن من خلاله نروح لأوكسبورج نازلنا في الدوري الألماني هجمة سريعة كاونتر أتاك 3 لمسات 1-2 السرعة مهمة جدا 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 في كرة الخدم المهارة تبقى طبعا عنصر أصيل وأساسي لكن مع السرعة والسرعة فرق كبير جدا بينها وبين التصرح سرعة الأداء وإيقاع اللعب الحقيقة يمكن واحدة من الحاجات اللي بتميز دوريات الأوروبية الكبيرة بشكل كبير مايز تقدم من نتيجة 1-0-4 دقائق بس احتاجها فريق أوكسبورج عشان يسجل هدف التعادل بلامسة رائعة 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 جونت حاب تتفرج عليه مرة واثنين وثلاثة وتعيده من زاوية واثنين وثلاثة وما يجيبوش إلى لعيب كبير وهدف من موليد منطقة الجزاء على رأي كابتننا الكبير طبعا يمي الشربين لكن الحقيقة من نتيجة واحد واحد ما انتهتش بيها المباراة ركل الجزاء لم تسجل أهضرها الحقيقة فريق ماينز ورغم أهضره لراكلة الجزاء إلا أنه الحقيقة هنعنده إصرار كبير جدا ومحاولات كتيرة جدا على مرمى فريق أوكسبورج بص النظرة بص اللقطة بعدما تصدى طبعا حارس أوكسبورج لراكلة الجزاء لكن الحقيقة ماينز استطاع الحقيقة أنه يواصل الهجوم ويحقق هدف تاني عشان يحسن نتيجة المباراة لصالحه بنتيجة اثنين واحد على حساب ماينز خطأ في التمركز شديد جدا التحرك الأكتر من رائع على العرض القريبة تمكن من خلاله ماينز أنه يحرز الهدف التاني ويحسن المباراة لصالحه من ألمانيا هاخدكم للبرتغال قمة الكرة البرتغالية مباراة خارج التوقعات جمعت بين سبورتينج لجبونة الضيف طبعا وبرتو صاحب الأرض والجمهور البداية في بداية المباراة كانت لصالح الحقيقة سبورتينج لجبونة اللي هاجم بضراوة وزي ما حضراتكم شايفين كده يعني ضايع فرصة شبه مؤكدة كانت ممكن تكتب سيناليو مختلف تماما للمباراة لكن العرضة شالت هدف كرة عرضية كروس باس أكتر من رائعة حدثة بين مهاجم بورتو وبين حدث مارما سبورتينج لجبونة استهيغلها لحقيقة لعب سبورتينج لجبونة إفانسن عشان يقدر يحرز الهدف الأول لصالح بورتو ومن هنا بدأت قال مأسا الصدام عنيف الحقيقة الصدام عنيف في كتير من الحكام ممكن يحسبوها ركلة جزاء في كتير من الحكام ممكن يحسبوها فاول لصالح حرس المرمى لكن في النهاية الحكم كمل اللعب والمتابعة أصفرت عن هدف سهل جدا أخطاء بالجملة بقى ارتكبها مدافعي فريق سبورتينج لجبونة منها الخطأ السازج منها الخطأ السازج والخطأ المتهول اللي حضرتكم شوفته ده السازج ليه؟ لأنه في عصر الفارس صعب جدا أنك أنت تعمل ده زمان أعمل الكواليتي الصعبة ما كانش حد ممكن يرسل لعبة زادية وأهمها وأشرها طبعا جول مارادون الشهير في كاس العلام 86 في إنجلترا لكن دي طبعا كلفة الفريق ركلة جزاء تم تسجيلها عشان تكون نتيجة 2-0 وطرد مدافع سبورتينج جبونة وده الأمر اللي صعب الأمور كتير جدا جدا في لقاء قمة الكرة البرتغالية تقدم بورتو على حساب بلشبونة بنتيجة 2-0 وطبعا شوارع نتيجة النقص العددي وسندة سيئة جدا لكن الحقيقة قدر يعمل عليها تراي ويجيبها ويلبس بلغة الكرة حرس المرمى ركلة جزاء تانية في المباراة هيكون نتيجتها الهدف التالت في الديئة 86 لصالح بورتو عشان تنتهي قمة الكرة البرتغالية بين اتنين من أقبل فرق هناك ينقصهم طبعا الضلع التالت للمسلس بانفكة لكن طبعا فرقتين كبار ويا ما شاركوا في بطولات كبيرة جدا في الكرة الأوروبية من هنا نروح لكرة الإنجليزية وعايز أكلمكم شوية على محمد صلاح بس قبل ما تكلم على محمد صلاح خليني أقول لحضراتكم أنه بكرة في لقاء قمة يمكن يكون أهم بلغة الأرقام والإحصائيات والبطولات والتاريخ بكرة في مباراة منتظرة فين على ملعب اليونيتد في الالترافرد هستضيف مين هستضيف ليفربول البدايات بالنسبة لفرقتين ما كانتش البدايات المنتظرة يعني ليفربول مفنش الموسم اللي فات بشكل قوي جدا بينافس على بريمير ليج مع الستي لغاية آخر ربع ساعة في البطولة مش آخر مباراة آخر ربع ساعة في بطولة الدوري الإنجليزي بينافس على بطولة شامبيونز ليج وكان الأفضل وكان الأحق وكان الأقدر بالتتويج لولا أنه الريال خطف ليفربول في المباراة النهائية فبالتالي نفنش كويس قوي فكان الجميع متوقع أنه البداية السنة دي تكون على نفس المستوى وأنه ليفربولي بقى مركز من البداية على أنه ما يفقدش نقاط عشان يقدر يحقق لقب البريمير ليج السنة دي لكن البداية كانت متعثرة بشكل كبير جدا وكانت مفاجأة لحقيقة ويمكن ده نعكس بشكل كبير جدا على تصريحات يورجين كلوب وعلى تصريحات نجوم الفريق في الناحية التانية الكتير توقع أنه بداية التعافي أو بداية مرحلة التعافي بالنسبة للمشاستر يونيتد هتكون مع قدوم تنهاج مدرب واحد من المدربين اللي برزوا بشكل كبير جدا في المواسم الأخيرة وقدم الحقيقة مع عاكسة مستدام كورا على أعلى مستوى وده اللي يمكن شجع الإدارة في اليونيتد أن هم يفكروا فيه عشان يقود الريد ديفلز في الموسم الجديد مع طبعا عدد من الصفقات آخرها كان صفقة كازي ميرون لسه ما شاركش طبعا في المشاوطات اللي فاتت لكن البداية كانت ولا أسوأ ولا أسوأ وأسوأ بكتير جدا من بدايات شيلسي وليفر بول الموسم ده لأنه الحقيقة أعتقد أنه اليونيتد بيعاني وستستمر معاناة اليونيتد لفترة مش قليلة وخصوصا أنه يده فيه توطرات بشكل كبير جدا سببها الأول والرئيسي يمكن يكون كريستيان ورونالدو حتى مع وجود الصفقات دي من الورد أنه تعثر أو حالة الصعوبات اللي بيواجهها منشاوط سيريونيتد في السنوات الأخيرة هتستمر كمان الموسم ده لكن تبقى المباراة دي منتكلم على أنها أهم مباراة في الدولة الإنجليزية على مستوى الأندية أصحاب الشعبية أصحاب الجمهورية أصحاب البطولات أكبر فرقتين حقوق بطولات في الكورية الإنجليزية هما المان يونيتد وهم ليفر بول المواجهة هتكون بكرة وفي انتظار طبعاً تقلق نجمنا محمد صلاح اللي بيأكد في كل حوار الحقيقة وفي آخر حواراته تحديداً أحابب أتكلم على الكلام اللي قاله صلاح لأنه من الواضح أن الولد ما بيبطلش يعني يفكر في أنه إزاي يطور من نفسه وكلموه بشكل كبير جداً على إنجازاته الشخصية كلموه بشكل كبير جداً على اهتمامه بالأرقام القياسية اللي بيكسرها واحد ورد تاني واللي بتخليه النهاردة يخش مش بس من أساطير ليفر بول لكن من أساطير الكرة الإنجليزية أو أساطير الأسماء اللي ظهرت وثابت بصمات وأرقام قياسية على مستوى الكرة الإنجليزية ككل مش بس على مستوى ليفر لكن صلاح فرده وده النوتج بقى وده العقلية أو الحد اللي مركز قوي أنه يشتغل على نفسه ويتطور من نفسه في كل حاجة قال أنا ما بفكرش في الحاجات دي خالص أنا طبعا مدرك وعارف وبتابع أرقامي القياسية لكنها ما بتاخدش جزء من اهتمامي اهتمامي كله بيروح لتفاصيل صغيرة جدا ممكن ناس كتير ما تفكرش فيها تفاصيل أنا مجنون بها تفاصيل ليه علاقة بأكلي ليه علاقة بشوربي ليه علاقة بنومي ليه علاقة بفترة التدريب بتاعتي لكن اللي بيشغل بالي وأنا في الملعب هو فكرة أن أنا حقق الفوز مع الفريق اللي بيشغل بالي في الملعب وفكرة أننا أقدر أحقق بطولات مع ليفر بول وبتهالي هو ده التفكير الأنسب والأفضل لأي لعب كرة مش لازم تكون تلاعب في الدولة الإنجليزية عشان تفكر بنفس الطريقة وبنفس المنتاليتي دي لكن لو فكرت بيها هتجي الأرقام القياسية لوحدها وأعتقد ده اللي مخلي صلاح كلعب مصر يعني في حتة تانية جدا في مشواره الاحترافي بقى النهاردة واسيبك من فكرة الأفضل وجازة البالوندور وده بس يكفي صلاح فخرا لحقيقة الأرقام والبطولات اللي حققها مع ليفر بول ويكفي صلاح فخرا أنه دايما اسمه محطوط بين الكبار كل التوفيق ليهم في مباراة بكرة إن شاء الله اليونيتد وليفر بول نرجع ونختم حلقتنا النهاردة بمطش الأهلي والإسماعيلي واحدة من أربع مواجهات متبقية للنادي الأهلي في الموسم ده نتمنى الحقيقة نتمنى أنه وإحنا أعتقد النهاردة متفقين أنه ما فيش أي نوع من الضغوط ثلاث جمهور بيدغط أعتقد أنه الجمهور اللي حاضر في الملعب بيدي نموذج رائع الحقيقة أو مشرف تفرح بأنه ده جمهور النادي الأهلي دعم ومسندة وتشجيع حتى كأننا بنلعب لآخر نفس على اللقب وحتى على السوشال ميديا النهاردة نغمة التوتر والضغط تقلت بشكل كبير جدا ففيها أريحية أريحية للجهاز الفني نتمنى أنه يستغلها وأريحية كمان للعيبة المنتظرين منهم الحقيقة أنهم يقدموا أفضل ما عندهم في ظروف ممكن تكون صعبة لكنها في نفس الوقت فرصة لن تتكرر بسهولة وبالتالي نتمنى من الجميع أنه يستغل الفرصة ونتمنى يقدمونا النهاردة عرض قوي زي اللي أقدموه لنا قدام المصري وزي اللي أقدموه قدام الاتحاد وبالمناسبة الفريق اللي هلعب النهاردة فريق الأهلي فرقة الإسماعيلي مش غريبة عليه لأنه نفس الفرقة دي احنا لعبناها أو الشباب بتوعنا لعبوها في كاس الاتحاق في كاس الربطة وبالتالي اللقاء ما يعتبرش لمواجهة الأولى من نوح نتمنى كل التوفيق لريكاردو سوارش نتمنى نشوف بصمة جديدة يمكن الراجل حقيقة يمكن نكلمنا عشاد نبيه من ناحية دفاعية نتمنى نشوف كمان تطور على مستوى الكرة الهجومية للنادي الأهلي ونتمنى إن شاء الله التوفيق لفريقنا النهاردة في لقاءه ومؤجهته بدرويش الكرة المصرية الإسماعيلي كل الشكر لحضراتكم على المتابعة وبكرة يوم جديد لقاء جديدة تجدد في السادسة تحياتي لحضراتكم